أسعد الله أوقاتكم بكل خير إعلان الهيئة الاتحادية للطاقة النووية إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في محطة براكة نووية يعد تتويجاً ونصراً كبيراً للإمارات في مجال الطاقة وتحديداً الطاقة النظيفة محطات براكة ستكون سبباً في خفض نسب الكربون في الجو بكميات هائلة ما سينعكس إيجاباً على الصحة العامة وصولاً إلى الحياة المناخية وإلى جانب هذا فحاضرنا اليوم يعلمنا أن الطاقة النظيفة وغيرها من مصادر الطاقة هي مصادر وطنية صلبة يعني أن امتلاكها يمثل أهمية عظمى للأمن الوطني بكل المقاييس إلى جانب العوامل الاقتصادية وفي حلقة الليلة نناقش الطاقة النووية السلمية في الإمارات فأهلاً بكم في ثلاثون دقيقة بعد تشغيل الوحدة الأولى والثانية الآن إصداروا رخصة تشغيل الوحدة الثالثة الإمارات مستمرة في مساعيها في إرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي ليأتي المؤتمر الصحفي معلناً تحقيق إنجاز الخطوة الثالثة النجاز يعني اليوم هو خطوة رئيسية يشكل يعني إدخال مفاعل رقم ثلاثة من أصل أربع مفاعلات المفاعلات الأربعة في محطة براكة لما تكتمل وتبدأ التشغيل التجاري الكامل ستشكل ما يعني يقدر بـ 25% من الكهرباء في دولة الإمارات هذه الكهرباء هي كهرباء نظيفة تساعد دولة الإمارات في الانتقال بشكل نوعي إلى مرحلة انتاج كهربائي نظيف متسق مع تعهدات دولة الإمارات سياسة نووية عنوان إمارات المستقبل بهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الحياد المناخية عملت عليها الإمارات خلال أربعة عشر عاما لتطوير هذا البرنامج الواعد بالنسبة إلى الترخيص الصادر اليوم استعنى بشكل رئيسي بنخبة من الكوادر الإماراتية في وقت سابق عند إصدار الترخيص لتشغيل الوحدة الأولى أيضا بخبراء خارجيين من دول أخرى إلا أنه اليوم في إصدار هذا الترخيص 70% من الجهود تعود الكوادر الإماراتية يظهر ذلك النجاح الذي تحقق في جهود بناء القدرات بهدف تدريب المواطنين وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجال الطاقة النووية إحدى عشرة بعثة تقييم جاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العقد الماضي وأربعة عشر ألف صفحة لترخيص الوحدتين الثالثة والرابعة وأكثر من 120 عملية تفتيش جميعها أقرت بنجاح كامل لرؤية حكيمة للدولة وقيادتها والإنجاز لا يزال متواصلا لإتمام تشغيل الوحدة الرابعة وحدة تلو الأخرى وإنجاز يليه إنجاز هكذا هي بركات الإمارات ووفائها بالتزاماتها في محطة براكة للطاقة النووية واليوم نقف أمام رخصة تشغيل الوحدة الثالثة إنجاز وطني سلمي كبير يلبي احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل ويبني جيلا قادرا على اشتياز التحديات في دولة يعرف عنها دولة المستقبل من مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمركز أخبار قنوات أبوظبي مهدي سليمان برؤية المؤسس بدأت مسيرة التطور وخمسة عقود من الإنجازات وعلى نهجه سار الأبناء نحو الخمسين القادمة مسيرة وطن الاثنين والخميس التاسع والنصف مساء على قناتي أبوظبي والإمارات نراحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة الليلة والتي نناقش فيها الإمارات والطاقة النووية وأرحب بضيفي معنا من فيينا عبر التيم سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعنا هنا في استوديو 30 دقيقة الدكتور أحمد خليف الكعبي الباحث في مجال الهندسة النووية فأهلا ومرحبا بكم يا مرحبا وسهلا سعادة السفير أود أن أبدأ معك حقيقة بالسؤال عن الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تشغيل محطات نووية وكيف قامت الهيئة في التأكد من جهوزية شركة نواه للطاقة لتشغيل الوحدة الثالثة أهلا سهيل وشكرا على الاشتظافة الله أحمد الحقيقة طبعا هذه الوحدة رقم ثلاثة في محطة براكة فكان هناك واحدين قبل تم ترخيصها وفعندها خبرة طويلة في هذا المطار إجراءات اللازمة لترخيص المحطة أو المفاعل النووي هناك في الحقيقة عندنا مرجعية أو منهج شامل لتقييم وثائق الطلب الترخيص إجراء عمليات رقابة خلال فترة التقييم عمليات تفتيش أيضا تشمل هذه التقييم مراجعة لتصميم المفاعل والمحطة من ناحية الموقع من ناحية الجغرافيا والديمغرافيا يشمل أيضا أجهزة أو معدات المفاعل والأنظمة متعلقة بالتبريد والترتيبات متعلقة بالأمن النووي والسلام النووي وأيضا خطط الطوارئ وإدارة النفايات وجوانب فنية أخرى متعلقة بالمحطة الهيئة قامت بتقييم أيضا مدى استعداد شركة نواة بصفتها المشغل للمفاعل من منظور تنظيم المؤسسة والقوى العاملة التي فيها من ناحية الكوادر والإجراءات المطلوبة لضمان سلامة ومن محطة الطاقة النوية هذه المراجعة كانت مطولة تم مراجعة أدخر من 14 ألف صفحة تم تقديمها بالنسبة للوحدة الثالثة والرابعة تم إجراء أكثر من 120 عملية تفتيش خلال عملية التقييم للوحدة رقم ثلاثة في جميع مختلف الأمور متعلقة بتصميم الفاعل والسلامة وتأكد يعني الالتزام لعملية الإنشاء بمتطلبات السلامة التي عدتها ووضعتها الهيئة بالتالي اليوم الهيئة لديها ثقة بهذا التقييم ومعناتها أن المشغل شركة نوة صارت جاهزة لتقيم الوحدة لتشغيل الوحدة رقم ثلاثة في براكة وهو إنجاز تاريخي سعادة السفير نفتخر به وهو يمثل دكتور أحمد ثقة العالم في دولة الإمارات يعني نشاهد دول كثيرة تقدمت دكتور إلى طلب أن يكون لديها مفاعل نووي طلب الخوض في مجال الطاقة النووية لأنها طاقة نظيفة وهناك الكثير من الإيجابيات ولكن العالم لا يسمح لدول كثيرة أغلب دول العالم لا يسمح لها للخوض في هذا المجال الإمارات اليوم وحصولها على هذه الرخصة واحتضانها للوكالة الدولية لآيرينا هنا في دولة الإمارات هذا يمثل ثقة العالم في دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات دكتور أحمد لماذا يثق العالم في الإمارات؟ الإمارات أخوي يسهيل الإمارات كتاب مفتوح الإمارات فيها الكثير من الجالية كم جالية عندنا في دولة الإمارات؟ 200 جالية كلهم هذين مثل وصلون رسالة للدولهم الإمارات فيها قانون عدم التمييز الإمارات بلد التسامح الإمارات هي التي تبنت وثيقة أخوة الإنسانية فهذا كله أدى إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دائما حسب ما يقول لشيوهنا حضرهم الله نقول ما نفعل ونفعل ما نقول نحن دائما كتاب مفتوح نحن دائما نشر التسامح نحن أيدينا ممدودة دائما إلى شعوب الدول المحتاجة إلى الضعيف إلى المحتاج فهذا يعطى الإمارات سمعة وقوة ناعمة وثقة في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم أيضا في وثيقة سياسة دولة الإمارات العربية النووية أيضا تم التعهد بعدم الخوض في أي مجال غير المجال السلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما عطى ثقة العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة من سنة 71 ونحن دائما ننشر التسامح وننشر المودة وننشر المحبة وعدم تدخل في شؤون الدول الجوار ولا نقوم إلا بما فيه للمشترك إلا بالخير والإيجابية دكتور وهذا كما تفضلت ينعكس إيجابا على ثقة العالم بدولة الإمارات سعدت السفير نحن نتكلم اليوم عن كون الإمارات الدولة الأولى عربيا التي تحصل على الطاقة النووية مفاعلات نووية ما الأهمية برأيك التي تشكلها اليوم الطاقة النووية في مستقبل الدولة وهل هناك خطط لتبني تقنيات جديدة في مجالات الطاقة النووية كون المفاعل يعني من زار المفاعل من قرأ المفاعل يعلم أنه أحدث ما أنتجت الطاقة النووية البرنامج الإمارات للطاقة النووية في الحقيقة هو برنامج حيوي وبرنامج استراتيجي يمس قطاع رئيسي وهو قطاع الطاقة في دولة الإمارات الهدف من إنشاء البرنامج هذا تزويد دولة الإمارات بطاقة نظيفة تغطي قسم كبير من احتياجاتها يمثل حوالي 25% عند اكتمال وتشغيل أربع وحدات في براكة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية ليس فقط تغطية الاحتياجات ولكن هو بالحقيقة نقلة نوعية في قطاع الطاقة أو إنتاج الكهرباء من استخدام أدوات أو وسائل تقليدية مثل الغاز والهدوكاربون إلى الانتقال للطاقة نظيفة بحجم كبير مثل الطاقة النووية فنتكلم عن المفاعلات لما تشتغل كأربع مفاعلات رح توفر أو تقلل المبعثات الكهرباء الكربونية بنسب أو بأكثر من 23% من أهداف الإمارات لـ 2030 بناحية تعهدات المناخ ومكافحة التغيير المناخ نعم والإمارات ضمن خططها ساعة السفير تمضي إلى مسألة الحياد المناخي في عام 2050 وهذه خطوة عريضة دكتور أحمد في هذا المجال نحو كما تفضل ساعة السفير البصمة الكربونية الانبعاثات الغازات الدفيئة هذه أمور تؤثر في الصحة ووجود اليوم طاقة نووية في الإمارات هو طاقة نظيفة هي طاقة نظيفة بالمحصلة لكن أود أن أسألك في نقطة أخرى حقيقة اليوم الطاقة مصادر الطاقة الطاقة النووية الغاز الهيدروجين وعلى رأسها جميعا البترول عندما تمتلك اليوم الطاقة فهي ليست مجرد سلعة يعني البعض يشير يقول في عالم اليوم الطاقة هي كل شيء الطاقة هي أمن قومي كيف تنظر لهذه المقولة؟ أنا أوافق جدا على هذه المقولة الطاقة هي عصب الحياة دول ومجتمعات بدون طاقة هي ولا شيء فتقاس الدول الآن بتقدمها والتكنولوجيا التي تمتلكها بالطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والله الحمد من الله علينا بمصادر تقليدية للطاقة مثل النفط والآن الحكومة تستثمر استثمارات كبيرة في مجال الغاز وأيضا هناك شراكات مع دول أخرى متقدمة في إنتاج الهيدروجين في الدولة ووجود الآن محطات براكة التي نتحدث عنها الآن هذه أيضا عنصر مهم جدا في مزيج الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة فوجود مثل هذه التقنية والتكنولوجيا والطاقة وهو مصدر الطاقة هذا اللي بدون أي بصمة كربونية سيحافظ على بيئة الإمارات وعلى العهود التي تعهدت بها الإمارات في مجال الحياد الكربوني بالمناسبة كان أيضا مشاركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن انهيان رئيس الدولة حفظه الله في الاقتصادات الرئيسية منتدى الاقتصادات الرئيسية أنت تحت الهوى كنت تكلم عن كلمة الشيخ وعن كونه كان يقول أننا نحضر لاستضافة كوب 28 وأيضا هو تماشيا مع سياسات الإمارات وخطط الإمارات في عودة مرة أخرى إلى الحياد المناخي والبصمة الكربونية ساعة السفير يعني اليوم لدينا نتكلم عن شركة نواة هي الشركة المشغلة هي شركة وطنية بأيدي شباب إماراتيين نفتخر بإنجازهم نفتخر بما قدموه وما يقدموه وما سيقدموه إن شاء الله لكن هذا يرجع لاستراتيجية الهيئة خلال الأعوام السابقة للوصول إلى هذا اليوم أنتم مضيتم في طريق في خطة معينة حتى تنتج لنا اليوم 14 عام اليوم بانت النتائج وبان لدينا شباب إماراتي ضليع في مجال الطاقة النووية خبرنا عن استراتيجيتكم للوصول إلى هذا اليوم في حقيقة بالرجوع لسياسة دولة الإمارات أو وثيقة السياسة العامة النووية لدولة الإمارات ترى عنصر ومبدأ رئيسي اعتمدت عليه السياسة وهو التركيز على تطوير البرنامج بشكل يضمن مجاحه على المدى الطويل النجاح على المدى الطويل تم ترجمته إلى سياسات وبرامج مكثفة من بدء البرنامج لتطوير الكوادر الوطنية كون أن دولة الإمارات أما بدأت هذا البرنامج لم يكن لديها البنية والقوة البشرية والكوادر المتخصصة في هذا المجال وكان أحد المحاومات للبرنامج والتركيز الخطوات الأولى للبرنامج كانت دائما وما زالت على تطوير الموارد البشرية لعدة سنوات منذ بداية البرنامج حتى الآن هذه البرامج أنتجت اليوم كادر متخصص نفخر فيه على مستوى الهيئة التحدي الرقابية على مستوى مؤسسة الإمارات على مستوى نوى نتكلم نحن عن في الهيئة مثلاً بدأنا برامج لاستقطاب المهندسين بشكل سنوي ووضعهم في دورات ووضعهم تدريبية تستقرق بعضها لمدة سنة التعين يعني يدربون عليها بشكل مكثف على موضوع السلام النووي الأمن النووي حظر الانتشار لانخراطهم في قطاع مخصص كلهم على يعني تخصصها لدينا أيضاً يعني ترتيبات لمنح دراسية مصممة لضمان أن يكون دائماً يعني عندنا تطوير مستمر للخبراء الإماراتين وهناك يعني بايتلاين لدخول المهندسين الجدد للبرنامج لدينا اليوم داخل الدولة وخارج الدولة ترتيبات لأنشطة البحث والتطوير منخرط فيها يعني إماراتين بحثين شباب وشبات بعد السنوات سواء في جامعة خليفة أو في كوريا وهي خطة سعادتك يعني نرى نتيجتها اليوم بهذا الإنجاز الذي نفتخر به سوف أعود لك لهذا المحور حقيقة سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والدكتور أحمد خليفة الكعبي الباحث في مجال الهندسة النووية ومشاهدين الكرام نحن مستمرون ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا سلوكك هو مقدار وعيك واحترامك لنفسك وللآخرين أو احترامك للمكان الذي تعيش فيه فمثلاً أن تحافظ على المكان الذي تنتمي له ما هو إلا شكل من أشكال حبك للوطن فكل هذه الأنماط من السلوك ما هي سوى تعبير عمل عن الوعي الفردي والجماعي فخلك واحد وعي غداً العاشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي التاسع والنصف بتوقيت السعودية على قناة أبو ظبي أرحب بكم مجدداً في أنها سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والدكتور أحمد خليفة الكعبي الباحث في مجال الهندسة النووية معنا هنا في استوديو 30 ونبدأ معك من هنا دكتور يعني الآن نحن نتكلم عن كوننا أول دولة عربية تخوض في مجال الطاقة النووية الإمارات وصلت المريخ الإمارات تكتشف كوكب الزهرة الإمارات الأولى في مجالات كثيرة اليوم شو يعني هذه الرمزية بالنسبة للشاب الإماراتي الذي ينشأ اليوم الجيل السابق في غضون 50 عام حقق كل هذه الإنجازات أي مسؤولية تقع اليوم على جيل الشباب الإماراتي الموجود وماذا تعني الرمزية كونك الأول في مجال الطاقة النووية عربيا عندما تنظر هويس هيل أنه قبل 14 سنة كانت مجرد فكرة على ورق والآن تروح إذا أي واحد يروح على خطة سعودية يشوف براكة تشوف المحطات بعينك تشوفهم بواقع ملموس فخر فخر ليه كإماراتيين وفخر لنا كعرب صحيح نحن صدقاً من المجال نقول ما نفعل ونفعل ما نقول خلال 14 سنة استثمارات في الشباب استثمارات في المؤسسات استثمارات في الشاب والشبابة الذين سيشغلون هذه المحطات فخر لنا جميعاً نحن كعرب أننا قادرين أن ندخل حتى في التكنولوجيات والعلوم المتقدمة نحن نستطيع أن نفعل مستحيل مثل الشعار الموجود في دولة الإمارات لا للمستحيل لا للمستحيل قادرين لكن هذا يزيد المسؤولية على جيل اليوم جيل اليوم مطالب بشيء أكثر مطالب بشيء أكثر التحصيل العلوم التكنولوجية المتقدمة الحفاظ على مكتسبات ومنجزات الاتحاد ومنها البرامج النموي ومنها الرؤية الحكيمة واستكشاف الفضاء أيضاً فهذه كلها تدخل في رسالة دولة الإمارات كسرت حاجز المستحيل وساعت السفير اليوم نحن نعيش اللا مستحيل نحن لا نتكلم عن اللا مستحيل نحن نعيش اللا مستحيل في دولة الإمارات أود أن أسألك حقيقة عن تفاصيل أكثر يعني شركة نواء أعلنت بدء عملية تحميل الوقود في الوحدة الثالثة اليوم ما هو دور الهيئة في هذه المرحلة؟ هو بعد الترخيص يعني شركة نواء لا الحق واليوم بدأت فعلاً بتحميل الوقود والبدء بعملية التشغيل التدريجي للوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري بعد انتهاء المرحلة التجربية خلال هذه المرحلة هيئة الرقابة ستكون مستمرة بعملية التفتيش لدينا في محطة براكة مكتب ومفتشين موجودين على مدار الساعة سيكونون يعني يراقبون عملية التشغيل وعملية الوصول لكل مرحلة في هذه المراحل المتقدمة إلى الوصول للمرحلة التجارية دور الهيئة صراحي ينتقل من دور يعني التخفيص إلى دور يعني الإشراف على عملية التشغيل والاستمرار التشغيل وهذا الدور يعني ما زال مفاعل إذا كل ما كان يعني اشتمر مفاعل في الشف العمل الدور الهيئة هذا لا ينتهي بل يكون مع تشغيل المفاعل ومستقبلاً إيقاف المفاعل للصيانة وغيرها فدور الهيئة مستمر في عملية التغيين والتأكد في الحقيقة أن المفاعل دائماً سيكون يعني ميتزم بمعايير السلامة ومعايير الأمان في عملية التشغيل هذه العلوم سعادة السفير وخصوصاً العلوم الدقيقة مثل الطاقة النووية هي لا يمكن أن تضلع بها دولة معينة عليك أن تكون شريك الجميع وصديق الجميع حتى تتمكن من التعاون مع الجميع في هذا المجال اليوم برنامج النووي الإماراتي يعتبر قدوة في بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية وفي تطوير نظام رقابي متكامل وفعال وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم كيف لعب تعاون الدولة مع الوكالة وشركائها في دعم البرنامج الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي شراكة من بداية البرنامج من أول يوم في إعداد الخطط والسياسات التي سيتمد عليها البرنامج تطورت هذه الشراكة خلال الأبطاشر سنة الماضية ساهمت الوكالة في دعم برنامج الإمارات من ناحية الدعم الفني والتوفير الخبرات لبناء البنية التحتية سواء الرقابية سواء البنية التحتية الإشعائية وغيرها الدور الآخر أيضا مع الوكالة خلال الأعوام الماضية هو التقييم المستمر من الوكالة لجهول دولة الإمارات ومدى ملاعمة التطور مع خطط دولة الإمارات استقبلنا أكثر من 11 بعثة تقييم شاملة خلال العقد الماضي هذه البعثات عادت تنتج بتقارير وتقارير متاحة للجمهور التي تطلع عليها كجزء من عملية الشفاف دولة الإمارات في نهاية المطاف أيضا هناك دول كثيرة محتمة بعموذج دولة الإمارات فلما نتكلم عن دولة بدأت برنامج وشغلت برنامج بشكل ناجح خلال فترة زمنية تعتبر قصيرة 14 سنة ساعتك هي فترة لا شيء فترة دراسة المدرسة تأخذ 14 سنة تقريبا أعطيك مثال آخر برنامج تم إنشاء من الصفر لبرنامج ناوي هو أكثر من ثلاث عقود ماضي فالدولة الإمارات بإنشاء هذا البرنامج كثير طبعا من الدول محتمة بالطاقة النووية تنظر إلى خبرة الإمارات ونموذج الإمارات فإحنا أيضا مع الوكالة مشاهم بمشاركة خبرة الإمارات مع المجتمع الدولي مع دول الأعضاء وتوثيق أن البرانج النووية بالعمل الصحيح وبالنهج والسياسات الصحيحة ممكن أن تصل إلى عملية النجاح وتحقيق أهدافها وهو ما نعيشه اليوم نجاح حقيقي بفضل رجالات من أمثالكم سعادة السفير ونظام متكامل أنتج لنا ما نحن عليه اليوم دكتور أحمد اليوم السؤال الطبيعي أو الكلاسيكي الذي دائما يسأل لماذا دولة مثل الإمارات لديها كميات مهولة من النفط واكتشافات كبيرة أيضا جديدة من النفط والغاز بفضل الله ومنته ولكن تهتم لمصادر الطاقة النظيفة لماذا؟ للحياد الكربوني الدول العالم كلها الآن يسعى إلى الحياد الكربوني وإلى تقليل البصمة الكربونية وإلى إنتاج طاقة من مصادر صديقة للبيئة الإمارات الحمد لله عندها المصادر التقليدية ولكن الإمارات تنظر إلى المستقبل الإمارات تواكب مع العالم الوصول إلى أرض ذات بصمة كربونية قليلة الحفاظ على البيئة الحفاظ للأجهال القادمة فهذا ما سعت إليه الإمارات العربية المتحدة من خلال أن تبني طاقة النووية ومصادر صديقة للبيئة لإنتاج الطاقة وهذا ما ما تسدعى إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتجه إلى الهيدروجين وتتجه إلى الطاقة الشمسية والنظر إلى إمكانية طاقة الرياح وطاقة الطاقة النووية فالعالم الآن مهتم أخي سهيل بإنتاج طاقة من مصادر صديقة للبيئة والإمارات تحاول أيضا أن توجد مصادر لها في دولة المزج طاقة صديقة للبيئة بالرغم من كونها من أحد أهم مصدري البترول وأكثر مصدري البترول في العالم سعدت السفير أود أن أختم معك ب يعني هذا إنجاز يذكر فيشكر استراتيجيات أنتجت ما نحن نجاح اليوم لكن ما هو القادم في المشروع النووي الإماراتي السلمي يعني المشروع براكة يتكون من أربع محطات المحطة الثالثة المسرخصناها واليوم بدأت عمليات لإدخال للخدمة والتشغيل المادي ما زال عندنا محطة رقم أربعة في براكة هذه المحطة يعني على في مرحلة متقدمة جدا من الانتهاء من عملية التشغيل والإنشاء وسوف ننظر في عملية التخفيص لتشغيل هذه الوحدة بداية من ربع الثالث والموضوع سيستسر يأخذ بعض الأشهر القادمة فتشغيل المفاعل رقم أربعة سيكون المرحلة أخيرة لهذا المشروع محطة به براكة ولكن نحن نتحدث عن مشروع يعني مرخص للعمل لمدة ستين سنة فهو مشروع طويل الأمد فدور الهيئة ودور قطاع النووي لن ينتهي اليوم ومستمر معنا مستقبلا طبعا بناء على استرافجيات الدولة الدولة الديمارات كحكومة والجهات المختصة تنظر بشكل مستمر لتقييم أي تكنولوجيا متقدمة ممكن أن تلعب دول رئيسي في مجال الطاقة مستقبلا وهذا يعني الأكسرساز أو التمرين هو شيء مستمر ودائما نطمح في دولة الديمارات إلى استفادة من الخبرات التي تكونت ونظر دائما في تكنولوجيا متقدمة واستفادة من أي خلول ممكن تقدمها الإقطاع النووي في هذا وهي يعني علوم إنسانية تأتي بالشراكة وتأتي بالتعاون وهو ما يتحقق اليوم سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شكرا جزيلا لك سعادة السفير وشكر موصول أيضا لك دكتور أحمد خليفة الكعبي الباحث في مجال الهندسة النووية على الحضور والمشاركة معنا أيضا مشاركتنا فرحتنا في الأنجاز النووي الإماراتي وشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن الاستماع دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة